في غضون ذلك شدد رئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كاريس تارمر على الحاجة الملحة إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وبحسب بيان البيت الأبيض أكد الحاجة لمزيد من الجهود الإسرائيلية لحماية المدنيين وشدد على الحاجة كذلك لمعالجة الوضع الإنساني المزري في غزة وخلال تجمع الانتخابي في بينسليفينيا كررت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الامريكية كامالا هاريس دعوتها لوقف اطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائم قائلة إن الوقت قد عان لإبرام الصفق بين إسرائيل وحركة حماس وأضافت هاريس أن الإدارة الامريكية تتعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة مؤكدة أنها تحترم الأصوات المنادية بإنهاء الحرب في غزة وذلك بعد أن قاطعها محتجون خلال كلمتها رفضا للدعم الامريكي لإسرائيل في السياق أيضا قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تواصل محادثتها مع قطر ومصر وإسرائيل من عدل التوصل لنص اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة لا يمكن أن يحظى بموافقة جميع الأطراف وأعلن كيربي أن جميع الأطراف عملت طوى على الأسبوع الجاري من عدل إيجاد طريق للمضي قدما بشأن اتفاق وقف لإطلاق النار اشتركت حرجت market استطيع انتقان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة